اشتركوا في القناة بودكاست مان تومان بنغطي كل عالم الان بي اي بالعربي حلقة مفاجأة هاي حلقة سريعة هاي حلقة سريعة استاهل بس اللي صار بستاهل مية بالمية واللي راح يصير اهم منه كمان اكيد اكيد نحن هلا قربنا على البلاي اوف قربنا على البلاي اوف بابل خلص يعني خلاص مباريات اليوم جمعة ملهاش اي معنى بالمرة كلها تحصيل حاصل بس خلاص هلا تحدد عنا مباراة تفصيلية اللي بتحدد المركز الثامن في المنطقة الغربية فقلنا خنسجل حلقة هيكة سريعة لكم بس نحكي عن مباريات اللي صارت نبارح بالسباق للمركز الثامن ونتطلع للمباراة الفاصلة هاي اللي هي حتكون بين البورتلاند تريل بلايزرز بالمركز الثامن والممفس كريزليز بالمركز التاسع هلا طبعا بعد ما نخلص حلقة اليوم وبعد ما نشوف نحضر شو اللي بيصير بين البلايزرز والممفس كريزليز رح نطلع حلقة كاملة زي دايما رح نخش بكل المواضيع اللي بنخش فيهم كل أسبوع رح نحكي عن توقعاتنا للبلايوفس ورح نرجع ونتطلع باللي صار بالأسبوع الماضي وصراحة كان أسبوع كتير حافل وكتير حلو ففي عندنا موضوع أكتر من موضوع حلو بدنا نحكي فيهم بدنا نخش فيهم بس اليوم تركيزنا على مين يا دويس ديم تايم ديم تايم اسما أنت لما أنا أنا مني علي لما شفت الشوتي طالع من إيد كايروس لفيرت قلت داخلي أنا خف عقلي أنا أنا قلت داخلي عشان ما كان عندهم حل إله بالمرة مش عارفين يوقفوا ما كان عم يدافوا عليه بالمرة وهو غلط كايروس لفيرت إيده سالكي المباراة كلها إيده سالكي فأنا شفتها طلعت ويعني ماشي كان فيه مدافع عليه بس ما كان ما كانت شوتي صعبة كتير بس هو آه بس هو كان بعرفش ليش قرر بهذه المرة إنه ما يدخل للسلم ما يدحو يدخل لجوه الزون لأنه كان عم بيدمرهم بالبينت كان اختراقاته عم بيدمر الدنيا كان فيه آآ آآ كان عم بفتح شوارع يعني ترنت مش قادر يوقفوا بالمرة وترنت كان عنده خمسة فاولز وهو كان دايما يجيب المان تبع ترنت يعمل له سكرين عشان يجي لسويتش على ترنت غاية ترنت جونيور غاية ترنت مش عم بلمسه بالمرة بتح شوارع فيهم بالأخير بس بعرفش ليش قرر ياخد step back long two بأخر مباراة بس أنا بس عم بلطم أنا قلت داخلي أنا قلت داخلي اسمع خنرجع لورا شوي بدينا ليلتنا مبارح بمباراة منفس ومنواكي وبصراحة يعني ما بعرف ليش الام بي اي سووها هيك بس أنا أظن ممكن عشان ما عندهم غير ثلاث ملاعب بصراحة هاي هي عادة كان بلعب نفس الوقت لو انهم لو انهم بدوا بمباراة سبيرز وبعدين حطوا مباراة فينيكس وبعدين البليزرز والقريزليز لألي أحلى لأنه بعد ما خلص منفس خلصت مباراةهم كان محدد انه في فريق من هدول الأربع عصر ضامن على قليل المركز التاسع اللي هو منفس لو انهم بدوا من تحت لو بدوا بالسبيرز وفازوا للسبيرز كان ضلينا هيك الليلة كلها نحكي اوكي شو رح يصير هلا شو رح يصير هلا المهم منفس الليعبوا ضد الملواكي بوكس بدون يانس وبصراحة بدعوا تو تريبل دبل زيني اه جوا كان قائد ممتاز مش هلوعه بثير منيح السكورينغ طبعه ما كان بثير ممتاز بس يعني جاب تريبل دبل 12 بوينت 10 أسست 13 ريباوند لكن دول العشرة أسست كان فرود يكونوا 16 أسست لو عنده واحد والفريق بعرف يشوت اوكي صح ولا لا ما اليوم مرة يعطي الباس لواحد فاضي ويفكح الشوتي ما اليوم مرة ومع هيك فازوا بفريق اكتر من 10 نقاط شو كان 13-10 نقطة شي هيك يعني تحكموا من أولها لآخرها 119-106 بارينت تونس ممكن أحسن جيم بحياته تقريبا 26 بارينت تونس أكتر واحد انبسط انه يانس ما عم بيلعب بالضبط اللين مفتوح ودفاع احنا حكينا عنها شوي بالأكمل الحلقة انه دفاع البوكس هو أحسن دفاع بالنبيا بس اللي بخليه أحسن دفاع هو وجود يانس مبني حاولين يانس بدون يانس كان دفاع سمع البوكس ليس ساعدين البوكس من مرة ليس ساعدين انتقعين ولا فارقة معهم كانت المباراة ونبين عليهم يعني لعبتهم أساسية ميدلتون و لوبيز و بلدسو لعبوا بس 20 دقيقة يعني أقل من نص المباراة فما كانوا ليس ساعدين زي ما عندي حكيت يعني شوف ممفس مساكين زنت لهم شوي عشان صابات اللي صابتهم جاريد جاكسون جونيور جاستيس وينزلو هاي خلاص ضعفتهم كتير وأداءهم شفناه بالبابل فازوا بس مبارايتين يعني بطلوع الروح هاي المباراة فازوها عشان البوكس ما عم بلعبوا نرجع نحكي عن الغريزليز كمان شوي لما نطلع على المباراة الفاصلة هذا ننتقل ل الانديفيتد فينيكس سنز أقوى فريق مبابلس يا حراموك يا فينيكس والله حزنت عليكم تخيل لو أنا قبل شهر يجي تقعت معك و قلتلك دويس السنز رح يفوزوا 8 مبارايت بس ما رح يتأهلوا حتى البلاين ما رح يوصلوه شو كان حكيت كان قلت عني مجنون طاقع ولا حبة شو بتحكي يعني عجهتين واحدة بتحكيلي رح يفوزوا 8 من 8 وبعدين كمان ما عندهم فازوا 8 من 8 ما رح يتأهلوا حرام تخيل حرام بس اسمع السنز أبدعوا وبصراحة يعني من اللي أنا شايفه السنز كسبوا جمهور كتير بهالأيام هاي انه السنة الجاي رح يدخلوا على الموسم وفيه وراهم دعم كتير خرافي لأنه الناس صارت تحبهم حبت طريقة لعبهم حبت شخصية الفريق هاي رح تعطيهم اشي كتير حلو يبنوا عليه للموسم الجاي اه بزة سمية بمية كتير كان جعبالي أنه لو منفس خلقني لماذا أنا أحب جا كل أحد يعرف لماذا نحب جا وبدأ أشوف جا بس صراحة كان يستاهلوا فينيكس يكونوا بالمباراة الفاصلة هاي تاهلوا الهكيد فبعد ما خلصت هاي النتيجة السبيرز خلص بطل لهم أمل بعد ما فازوا منفس والسنز السبيرز خلص لو فازوا ما عندهم أمل للأسف وهاي كسرت سلسلة فوبوفيتش لوصول بليوز 23 سنة أخم قياسي مخيف مخيف بس انت حكيت هالأسبوع الماضي ما بيموتوا يعني حتى تسلسلة هاي لآخر يوم لآخر يوم لتنكسر يعني كان فيه أمل الطريقة لغيروا فيهم لعبهم خلال البابل بعد خروج لماركس ألدريج يعني احتراماتي لأبوفيتش فعلا مدرب رائع مدرب رائع بس بعدين وصلنا للمباراة الفاصلة هي أهم مباراة بليزرز ضد النت البليزرز بعرفوش يعملوا إشي بالراحة لازم ينشفورينا السترس أنا اسمع كل مباراة هالأسبوع حدثها للبليزرز سترس توتر توتر اسمع أنا أظن كل جمهور الانبي اي اقتنع بدنا نحن البليزرز بالبليزرز لأنه رح يسلونا بالراوند الأول أكتر من أي فريق تاني يعني مع كل احتراماتي للسنز للسبيرز وللغريزليز لو لعبوا هدول ثلاث فرق ضد الليكرز يعني أظن الليكرز رح يدمروهم حتى السنز قد ما هم ملعبهم حلو بس لسه ما عندهم الخبرة والليكرز يعني الليكرز بضلوا عندهم لبرون وأنثني ديفس البليزرز حتى لو ما رح يغلبوا الليكرز أو حتى لو ما حدا متوقع أنه يغلبوا الليكرز هم مش المفضل المرشح المفضل بس رح يسلونا ورح نشوف لعب من فرق عندها خبرة عندها اللعيب المخضرمين اللي واصلين الكونفرنس فاينالز اللي لعبين بالبلياوس اللي لعبين بمباريات مهمة زي هاي فرح يصعبوا الحياة شوي على الليكرز ونحنا كنا أظن يعني متفقين البليزرز أقوى فريق بين هدول الأربع أكيد صح ولا لا أكيد 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 بس ما بسهلوا الحياة على حدا عشان بعرفوش يدافعوا بعرفوش يدافعوا بالمرة 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 الجهة الدفاعية كلها ناسينها آه مع دومين مع دومين دفاع بس أنه عم بيجيبوا نقاط أكتر منك عشان ديم كل ما يتير الفريق ثلاثة أربعة خمسة ديم بيوقف نصف ملعب بشوت 3 هذا اللي عم بصير هاي خططهم الهجومية ديم مش طبيعي تخيل أوجي من وقت ما فكح هدول آخر تو فري ثروز ضد الكليبولز اللي خسرتهم المباراة كانت هاي ممكن ويكون خسارة قاضية عليهم من وقتها تجل مية وأربعة وخمسين نقطة آخر ثلاثة مباريات بمعدل واحد وخمسين نقطة بالمباراة هذا معدل أفريج معدل تسعة أسيس عم بشوت تسعة وأربعين بالمية من الثلاثيات بمعدل سبع ثلاثيات ناجحة في المباراة الفري ثرو اللي هم مش هو فكح تنتين بهالجيم ووقتيها بهالجيم بس شات تو فري ثروز وفكح حوام التنتين من وقتها جاب واحد واربعين من تلاتة واربعين فري ثرو يعني اسمع مستحيل مستحيل اللي عم بعمله اسمع انت مين بذكرك هاي السلسل هيك سواهو بالموسم كمان اربع خمس مباريات او ثمان مباريات وهلأ هيك ثلاث مباريات وهلأ خلال البابل هيك سواب مين بذكرك هيك واحد بس لما يقرر انه بريقي مش رح يخسر وانا حسجل امت ما بدي جوردن لا مش فيه هيك شوية كوبي فيه شوية كوبي اه بس هو كوبي 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 لاخده من جوردن بس انت حكيت اسمع اذا انت عبدأكيلي انا لما اقرر كلاعب انه فريقي ما رح يخسر اول واحد بخطر عبالي جوردن فاهم عليك فاهم عليك بس جوردن جوردن بس كان دائما عم بفتح شوارع اوكي اه ما كان يحط حاله بمواقف انه لازم افوز اخر ثمن عشر مباريات مثلا لازم اكون الابر سبع يخمسين نقطة بها المباريات جوردن كان دائما فاهم عليك اه هيك بس انه ياخد يربط سلسلة مباريات خلص يروح للفل خراف تاني روح للفل تاني تسكرني بكوبي اذا انا فاهم عليك بالظبط اللي عم تحكي خلص هو فريقه ما رح يخسر بالظبط حطت بباله انا رح ادمن انه فريقي رح يكون موجود رح اعمل كل اشي بقدر اعمله عهد الملعب عشان فريقي يفوز وهيك صار واحدة طب اسمع خنحكي عن البلايين اللي هي يا مباراة يا مبارايتين رح يلعبوهم البلايزرز ضد المنفس غريزليز مباريات الاقصائية هلا التريل بلايزرز خلصوا تامن الغريزليز تاسح رح يلعبوا مباراة بكرة يوم السبت اذا فازوا البورتلين تريل بلايزرز بهاي اول مباراة على طول بيصيروا هم التامن او بيكملوا كتامن بس بدخلوا البلاي اوفس بصير الماتشة بينهم وبين الليكرز اذا خسروا اول مباراة نضطر نلعب مباراة تانية يوم الاحد وقتها الفائز بدخل على البلاي اوفس الخسران بطلع والبلاي اوفس ببدو اليوم اللي بعده يوم التنين على طول عم نحكي نحن بلاي اوفس الدور الاول اكتر اشي متحمس له انت بهاي سلسلة المبارايات الاقصائية سهله سهله كان هدول اكتر لعبين مفضلين اللي حاليا جامورانت ضد داميون نيلرد اوف محلة هالمواجهة اتنين من اكتر اللاعبين مسليين في الان بي اي جاء روكي عم بيخود فريقه للبلاي اوفس بانه يعني فريقه متدهور من الاصابات ودام اللي عم بيسويه هلأ تاريخي الارقام الطريقة اللي عم بيفوس فيها قيادته لفريقه كل شي كل شي اشي ما عم هذا اشي كتير كتير مميز اشي تاريخي حننتذكر لو شو ما صار حننتذكر ديم للورنش وشو سوى باورلاندو بالبابل بالضبط انا اكتر اشي متحمس له ديم يعني عراسي وعيني جا بس ديم صار للاسبوعين وخصوصا ثلاثة ايام هي بعد مباراة الكليبرز واحد رشو غاز ولع كبريته وهذا الزلم اللي عم بيلعب بالملعب on fire اف انت علي وعم بيعمل اشياء جنونية فانا متحمس كتير اشوف ايش الاشياء الجنونية تانية اللي رح تطلع منه يعني اخر ثلاث مباريات انت حكيت المعدلات رح عطيك الارقام واحد وخمسين نقطة سبعة اسيست ثلاثة ريباوند المباراة اللي بعدها على طول واحد وستين نقطة تمانية اسيست خمسة ريباوند واللي بعدها تنين واربعين نعشر اسيست وثلاثة ريباوند بمباراة مبارح ضعي لعشر دقائق بيقطع من نص الملعب هاي مباراة اقصائية اذا بيخسروا بيطلعوا صح حطها هاي ببالك بيقطع من نص الملعب باخد خطوة ونص خطوتين pull up 3 يعني الجرأة اللي عنده اياها هاي الزلمة خيالية logo 3 logo 3 10 minutes left بالكورتر الرابع بمباراة اذا خسروها رح يطلعوا كانوا خسرانين فرق 7 points وقتها كمان اه وايش بيقول لك قال انه انا بصراحة قررت اكون aggressive قال مش passive واذا ما حسيت حالي aggressive مش رح اقدر انام بالليل الزب طبعا هو حلو كان اه فهو حلو ايش اشتري من نص الملعب والمشكلة انه لما اشاتها الكل عارف انه في احتمالية كتير كبيرة تدخل لانه الزلمة لهالدرجة مقلعا معه فأنا بصراحة اكتر ايش متحمس لهو بدأشوف شو رح يعمل ع الملعب مش طبيعي شو شو ديم تايم ديم تايم طيب لو انك المدر خنبدأ بمنفس لانه لنحكي عن الفريقين بس لو انك مدر بمنفس شو بتكون خطتك عشان تحاول تفوز فريقك بحكي لفريقي اول ما ديم يوصل لنص الملعب تروحوا دابل تيم عليه لازم منمم وشفنا اليوم سووها كمان النت معظم الكورتر الثالث والرابع عملوا دابل تيم عديم صعبوا عليه الحياة حتى ما بعرف اذا اسمعت في مرة بتاعف مش بحطوا مايكروفون على اللعيبة كان في واحد من النت هيك بعد التايم اوت حطوا اللقطة واحد عم بحكي مع اللي عم بدافع ديم نرت قال له اسمع هذا اول ما يوصل لنص الملعب تروح انت عليه بتاعنا لدابل تيم انسى سي جي انسى اي حد تاني ان شاء الله كان مايكل جوردن عن ملعب هذا ديم نرت سيشوت لنص الملعب خليك على ديم خيل هيك حكا وهيك انا بعمل صح بدهم الطابت كون مش معه مع اي حدا مع هذا ديم اذا حدا تاني غلبنا على هذا الفريق نحنا تمام بس ديم يظل يغلبنا منيح الخطة انا ايش ايش بسوي انا بركز على الجهة الهجوم لي لانه البلايزر زي ما حكينا بلعبوه اشتفاء صح اخذت مباريات لقلهم شوف شو صار كاريس لفيرت مبارح شوفناها 37 نقطة مباراة اللي قبلها ضد المابز لوكا حط 25 10 و 8 triple double تقريبا والمباراة اللي قبلها ضد السيكسرز جوش ريتشاردسن اللي معوي مش عارف يلعب حط 34 نقطة هدول 3 قاردز التريل بلايزرز بيعرفوش يدافعوا على القاردز بيقدروش يوقفوا اختراقات القاردز وايش عم بسوي هذا الاشي عم بحط ضغط كتير على يوسف نوركيش نوركيش بالثمن مباريات اللي لعبهم بالبابل معدل وفاولات 4.9 فالد اوت مرتين وفيه 3 مباريات غيرهم خلص المباراة بخمس فاولات اقل المباراة فول فيها كان عنده خطأين ضد دنفر كانوا عم بلعبوا بدون جمال ماري وبدون جاري هاريس وبدون ويل بارتن اللي دمرهم بهديك المباراة اللي هو مايكل بورتر جونيور فاللي عم بصير انه القاردز عم بيطلعوا بيفتحوا شوارع بالبليزرز عم بخشوا جوه على البينت واللي عم بتطر يوقفهم دايما اللي هو يوسف نوركتش فأنا لو اني مدرب منفس بعطي الطابة لجا بحكي له خش جا بيقدر يطلع عن اي حدا سريع بيقدر يخش على اللين امت ما بده لا سي جي ولا ديهم رح يقدر يوقفوه خش حط انت ضغط على يوسف نوركتش ويلعب لعبك من جوا خلي الاختراقات هاي تفتح الملعب لإلك فأنا بركز عليه لو اني مدرب منفس هذا تركيزي حلو تفكير سليم فأنا عشان هيك لو انا مدرب البليزرز قطة الوحيدة انك انت تخلي جا برا اللين عشان هاد انزاي ما انت قلت هاد مفتاح اللعب تبعهم انه جا يدخل يخترق ويا اما يعمل فلوتر تبعته يا اما يعطي اذا بيجي الهلب من نوركتش او واحد من البيجمان بننزل باس حلو لبالنشونس او ل او يرفعها اليوب لبرايندن كلارك فقط الخطة انه تخلي جا برا الزون كيف تفعلها هاي لازم تلعب بعيد عن جا لازم تخلي جا خليه شوت خليه شوت كان جا حاليا لسه تسديدته خاصة من نتري مش بزيادة نظرنا عم شوت 30 بالمية تقريبا او اقل خاصة بالبابل لسه كان اسوأ بالبابل فهيكا بابعد عنه وبخليه شوت من بعيد وبخليه ماشي لعب ل ديلان بروكس لو انا البلايزرز بخلي ديلان بروكس فاضي خليه يسوي لبدا ديلان بروكس يشوت اين تمام بده ماكسمم حيجيب له 15 نقطة 20 نقطة لان ديلان بروكس يا زلمي ديلان بروكس عم بحط منيح بالبابل اذا ما انت احضر عم بلعب عشان ما فيش غيره عم بشوت ما في حاجة غيره عم بشوت اه بس ديلان بروكس ما بيخاف يشوت بزبط حطيت طبعا رح يشوت واذا ولعت معه انت تذكر ما عم تحكي عن سلسلة اربع مباريات عم تحكي عن مباريتين اذا ديلان بروكس ولعت معه بهالمباريتين ما حطلع حطلك 25-30 نقطة ممكن يأزيك شوي يعني لا تستهين فيه كمان لا لا انا اسمع كواحد عم بشهجي ما عم بجيهم بوينتس من حدا تاني وبالزبط بس كواحد عم بيحضره كل يوم عم بتبع عليه كتير لعبه بجلط بجلط صراحة يعني خاصة بالبابل التسديدات اللي بعملها اشي وجه الراسي انا تاني بقولك انا بزبط حدا اسمع انا عم بشوت 28% من الثري في البابل فعم بقولك عم بسدد كتير عم بفكحها كتير خليه يشوت اوكي الابل 27 نقطة بس عم بشوت كتير وشوتات سيئة يعني ما عم بياخد بياخد هيك مستعجل دايما وفي منهم ايربول لو في احصائية بس اجراء لقيها بس اكمن ايربول جاب انا بحط بحط الضغط عليه هم تعالين هاي خطة بسويها انا لو اني مدرب بورتلند خطتي اعطي الطابل لديم واتركه يعملي عليه اه اكيد تزبط هاي خطة منيحة هاي شو رأي طبعا خطة لات حاجة 100% اسمع اسمع ما بدنا نعقد الامور كتير بورتلند فريق احسن من منفس بكل اشي مع عدد دفاع يعني ع سبيل المثال لو تطلع على التقييم الهجومي تبعهم بورتلند 122.5 عم بحكي بس بالبابل بالتمن مباريات هدول هم الاول بالتقييم الهجومي هم الاول بالزبط 122.5 اول منفس رقم 18 107 التقييم الاجمالي بورتلند سابع 2.1 منفس ناقص 1 14 الاشي الوحيد اللي منفس احسن منهم اللي هو التقييم الدفاعي منفس 15 يعني مش هالاشي كمان و بورتلند 27 دفاعهم انسى بس لو تطلع على كل اشي تاني بورتلند عندهم نجوم احسن يعني جا بعده صغير وعلى كل احترام لانه لسه مش على مستوى ديم ليلرد ولا حتى سي جي لسه عندهم بيج من احسن كمان مع كل احترامي لجونس فالنس يونس والتريبل دبل تابعه بس ما بيطلع راس مع يوسف نوركتش عندهم خبرة اكتر عندهم لعيبة مخضرمين احسن ملو عندهم بنش تكت احتياطيين احسن و منفس عم بلعبوه بدون تاني احسن لاعب عندهم بدون تاني و تالت و تالت فهي مش كتير معقدة مفروض بورتلند يفوزوا و مش ضروري عقدوا الامور كتير العبوا لعبكم العبوا خطتكم مية مية هلا بدياك تخلي عينك ع واحد اللي انا حكيت عندهم نجوم احسن اللي هم ديم و سي جي بس بدياك تخلي عينك ع سي جي لانه سي جي عم بلعب بظهر مكسورة عنده فقرة بظهره مكسورة وباخر ثلاث مباريات لهم و عدلوا 16 نقطة 5 ريباوند 4 أسيست بس عم بشوت بنسبة 34% من الملعب و 18% من من بره القوس سي جي مش ع بعضه ما هو تخيل ما هو عم سوي كل هذا و ظهره مكسور بس عم بيكون كلتش في اخر المباريات انه سلخ في ري ثروز في الجيم الماضية واليوم كمان سلخ جمبر لونج تو فباخر الثواني عم بيكون منيح والحلوة اللونج تو تبعته عكروسوفري يعني حركة جميلة فضح له واخد الجيمبر بس بظله نجم بس أنا مش عانيك بحكي لك خلي عينك عليه الآن اللي ممكن يقل الموازين أو الجوكر للعب للغوزليز كفت الجوكر كفت الجوكر لازم يسلخوا ثريات لازم يسلخوا ثريات هم حاليا كفريق مع مسدد ثريات منيح عندك كم اللاعب ظهر بمستوى طيب في البابل أولهم غريسون آلن غريسون آلن كان قبل البابل ما عم بلعب منيح هلأ بالبابل عم بشوت ثريات ممتاز فبدا غريسون آلن وبروكس وأنثني توليفر يسلخوا ثريات لازم لازم هذا منهم الوحيد انه يقلوا الموازين زي ما حكيت انت البلايزرز أقوى بكتير أقوى بكل شي فبيحتاجوا على الجهة الهجومية وإلا وضعهم صعب شوف أنا فأيدك باللي بتحكي بس ما أظن بيقلب الموازين اللي رح يقلب الموازين بالنسبة لي هو جاه كل إشي عجاه هو قائد هالفريق هو بتحكم بلعب هاد الفريق هو اللي بيقدر يستفيد من نقطة ضعفهم أكتر من أي حدا تاني إذا بدك تحكي لي من الجوكر جاه إذا جاه رفع مستوى لدرجة خيالية ممكن يكون عندهم فرصة وإذا عمل هذا الحكي رح يستفيدوا كل اللي ينتج بسيرته لأنه إذا جاه قاعد بيخترق وقاعد بيجيب الهلب ديفنس لعنده عم بيفتح الملعب لكل حدا تاني أكيد أكيد مية ومية طيب مقياس المشاهد يا هدويس آه هذا تقييم ورح نعطيه لكل مواجهة بالبليوز عشان سؤال مهم هذا كل المتابعين الانبي اي بيسألوه لحالهم قبل ما يحضر المباراة ماذا السؤال؟ فيها سهرة ولا فيها نومة؟ حلوه هنا اطلينا بثلاث تقييمات ماشي؟ اه التقييم الأول متأكدين فيش إشي تانيين حضر؟ حلوه التقييم التاني جعبالي أحضر بس مش رح أزعل إذا ما زبطت معي والتقييم التالت يا هدويس إذا حدا حاول يحضر إشي تاني هحيصير فيه حرب ما حدا يلمس الريموت يعني فالسؤال لإلك شو بتعطي هاي المباراة أو مبارايتين على مقياس المشاهدة هاي مية بالمية إذا حدا حاول يحضر إشي تاني هحيصير فيه حرب وجعل إذا فيه حرب بالبيت أنا معك لأنه كل إشي دخلوا بالبليزرز هالأيام مست واتش تي في إذا لعبوا ثمان مبارايات بالبابل بأورلاندو ستة منهم خلصوا فارق خمس نقاط أو أقل أنت حكيتها أول ما بدينا ما بيخلونا نرتاح ما بيريحونا دائما على أعصابك وأنت بتحضر لهم دائما فأنا معك أكيده الجهة الثانية عندك جامورانت ممكن يغفز فوق واحد وحاول يسلخ دنك ما بتعرف ممكن تصير فأنا معك ثلاثة على مقياس المشاهدة إذا حدا حاول يحضر إشي تاني رح يصير فيه حرب شو توقعاتك؟ بليزرز فوزوا أول جيم وبتحلوا خلاص ما حيكون فيه مباراة تانية أنا بحكي نفس الإشي البليزرز في مباراة واحدة نخلصوا الموضوع بس رح تكون مباراة قريبة حلو حلو طيب شباب إن شاء الله استمتعتوا بالحلقة السريعة هاي نرجع لكم بعد يومين أو ثلاثة حسب إذا هاي السلسلة بتروح بتمد لمبارايتين فيا أمم تسمعونا يوم الأحد بالليل أو يوم التانين بعد الظهور إن شاء الله يلا إن شاء الله استمتعتوا معنا سلام شباب يلا سلام ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر